بعد عشر سنوات عشر سنوات على الحجوم الدامي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي والذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا تسعى واشنطن مؤخرا إلى استعادة دورها في التسوية السياسية في ليبيا التي لا تزال تغرق في الفوضى فالحادثة التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر من عام 2012 داخل مجمع دبلوماسي في بنغازي والتي استهدفت مقر البعثة الأمريكية وأدت لمقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز والموظف شون سميث حادثة مقتل السفير الأمريكي في بنغازي والتي تعد الأولى منذ عام 1979 لم تدفع واشنطن إلى الخروج من ليبيا بشكل كلي لكن بعد عامين من هجوم بنغازي أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في ترابلز نتيجة الانفلات الأمني التي تعيشه العاصمة الليبية في ذلك الوقت ورفعت الولايات المتحدة كذلك يدها عن الملف الليبي انسحاب واشنطن في ذلك الوقت دفع دول عديدة أخرى لملء الفراغ الذي تركته واشنطن بانسحابها من المشهد الليبي كروسيا ومصر وتركيا أما حاليا فلم يتغير المشهد الليبي كثيرا الفوضى ما زالت تعم البلاد حكومتان تتنافسان على السلطة في ليبيا أحدة المقرها ترابلز يقود عبد الحميد الدبيبة والأخرى بقيادة فتح باش أغا ومقرها سيرت لكن الجديد هو سعي واشنطن للعودة إلى الملف الليبي ومسك خيوطه ظهر ذلك بعد دعوة السفارة الأمريكية في ليبيا والتي تعمل من الأراضي التونسية دعت إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع ما يمكن لإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا